أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى أزائي المشاهدين خلوني أرحب ديوفي في هذه الفقرة الأساتذة الكبار الأستاذ جمال الزهيري أهلاً بك كابتن الأستاذ الكبير أستاذ محمود صابري أستاذ محمود الله يسلمكم أستاذ جمال وستاذ محمود هبدأ مع حضراتكم بفوز النادي الأهلي على الرجاء وصعوده إلى الدور قبل النهائي في ظل كان ناس كتير من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي شايفيني النادي الأهلي لن يصل فضل أستاذ جمال طبعاً أنا بأعتقد أن الفوز ده بدأ من أداء راقي جداً قدمه النادي الأهلي في مباراة الزهاب الأولى يعني واستطاع أنه هو ينهي المباراة بفوزه بهدفين مقابل للشيء بعض الناس قالوا اتنين مش كفاية وجهة نظري أنا الشخصية لأ طبعاً كفاية جداً على فريق كبير زي الرجاء اتنين صفر تعتبر نتيجة جيدة جيدة كمل النادي الأهلي هذه الموقعة يعني بأداءه في مباراة الآياب في إدار البيضاء رغم الحضور الجماهيري الكبير جداً اللي كان برضو حضور جماهيري نظيف الحقيقة يعني بلا أي هانا الحد وكان يعني أداء جماهيري راقي جداً ولكنه في في العموم برضو يعني تواجد ممكن يؤثر على لعيبة النادي الأهلي ومع ذلك شفنا الفرقة متماسكة جداً وبقى فيه أنا من وجهة نظر يا كابتن فيه تطور شديد فيه أداء النادي الأهلي من الناحية الدفاعية من خلال المباراة دي والمباراة الأولى في القاهرة وده اللي احنا كنا بنطالب به أنه ميستر كولر مش مش مفروض أنه هو رغم أنه بيحب الأداء الوجومي مفروض أنه ده ما يكونش على حزاب الأداء الدفاعي نعم فكان واضح جداً أنه فيه تنظيم دفاعي قوي جداً هو اللي حق للنادي الأهلي أنه هو يحافظ على نظافة الشبك بالإضافة طبعاً لتقلق محمد الشناوي في بعض الكرات القليلة ولكنها كانت ممكن تحزم الأمر برضو شيء جيد جداً كل يوم بيتأكد أنه سياسة ميستر كولر في تدوير اللاعبين وإعادة توظيفهم في الملعب موجودة بشكل كبير يعني أنا بشوف أنه هو بيقدر يوظف اللعيبة يعني مثلاً حسين الشحات ممكن يلعب يمين ممكن يلعب شمال في جبل يمنى أو جبل يسرى بيؤدي بشكل قوي جداً طبعاً الفوز مهم جداً لأنه إعادة النادي الآلي بعد ما الناس كانت خايفة جداً على النادي الآلي على ضوء مباريات المجموعات الناس كانت قلقت على فريق النادي الآلي وكنا دايماً نؤكد أن الآلي في الوقت المناسب حيرجع للأداء البطولي وحيكمل في البطولة وإن شاء الله يقدر يكمل ويوصل وفي طريقنا للعشق الحداشر إن شاء الله شهزي محمود طبعاً خطوة مهمة في خطوات النادي الآلي نحو لقب الـ 11 طبعاً لا شك إن مواجهات دخلت في مناطق صعبة جداً طبعاً مواجهات الكبار وده قدر الأهلي في مشواره الأفريقي بأمانة شديدة مباراة كانت على المحق وسط ضغط جماهير كبير ودايماً عاوزين نقول إنه جماهير في شمال الأفريقي بتدي دروس للجماهير عندنا شوفوا طريقة التشجيع عمل إزاي الحماسة عمل إزاي ضغط على المنافس بتحط إزاي على مدار التسعين دية عند فقدان الكرة بيبعوا عاملين حالهم إيه عند الكرة معاك بيبعوا عاملين إيه بيحطوك في خبرات لكن كان هناك ثبات فعال واضح من لعبة الأهلي خلاص أصبحت الخبرات المتراكمة يمكن بعد كمان ما كانت مباراة الرجاء في الموسم البطولة الماضية ولهالي استطاع أنه يعني يخرج بالنتيجة المحققة طبعا التوفيق كان حليف أنه لها لا شك في ضربة الجزاء اللي احتسبها للحكم الليبي على حسب أديو ديانج لكن هناك كانت هناك لعبة مهمة جدا بأمانة شديدة تستحق الناقف قدامها كسينا جدا في الديا 16 ضربة الجزاء شاهدها كل من كان يشاهد المباراة من خلال شاسة التلفاز كلنا شاهدناها الحكم لم يشاهدها حتى مخرج المباراة لم يرد إعادة اللقطة حتى خلال المباراة وده بس بسأل بطرح سؤال عشانه بيّن حلنا في علاقتنا مع بعض كأندية وكما الجماهير وكصحفين وكعالميين للمشهد عندما احتسبت ضربة جزاء لمصلحة الناد على الحساب الرجاء في مباراة القاهرة بأطولة العام الماضي قامت الدنيا وخرج كثيرون ويسربون تسجيلا للعبة بواجه آخر وبواجه مختلف من المنافس وعبر قنواته وعبر ندرسه والظلم نتعرض له الرجاء واللعب على أوطاء هل خرج المسؤولين في الوداد وأعلمهم ومؤيديهم ليتحدثوا عن ضربة الجزاء التي لا بتحتسب دي صالح للنادي الأهلي لا أنا بسأل سؤال يا كابتن يا كابتن لا يا كابتن أنا عاوز أقول والله تحدث ومحدش علق والله طراحت ومحدش خد باله لكن أعوز أوريك أصبح كله شغل مكايدة والهدف إن أنا أشويك وإن أنا أدور لك على حاجة وأطلع أرسم أبين إخفاقي وفشلي إن أنا هاجم النادي الأهلي يعني من عاوز أقول عاوز الأهلي في منطقة تانية ده بياخدوا بضربة جزاء طب ما هي دربة جزاء واضحة والحاكم عامل نفسه ما شايفهاش ومنخرج الموابرة دي شعيدة طلعوا باوكلمونا بقى على الشفافية والضمير بقى ورونة ما شفناش حد من بتعلم اللقف الوداد البيضاوي طلعوا لوداد المغربي قال يا جماعة ده الأهلي اللي ضربت جزاء فين بقى الناس يعني عاوز أقولي جماعة إحنا علاقتنا مع بعض هنا دي مش رياضة ما بقيتش رياضة أصبحت أموره يا أستاذ محمود هو في الرياضة ما فيش الكلام ده يا كابتك لا أستاذ محمود في مصطلحات جديدة ظهرت في الرياضة ما ده المصطلحات دي دي مرحلة جديدة اللي احنا ندخل فيها لا أقول لحضرتك يعني أنا عاسف جدا يعني وأنا عايز أقشرك حضراتكم في هذا الأمر لأنكم أساتذتنا لو أنا غلطان قولوا لي يا أسلام أنت غلطان في أصبح موضوع الابتزاز الرياضي موضوع واضح للجميع بمعنى إن أنا قد يكون مش قد يكون هو أنا ما عنديش حق في إن أنا أروح أسلم على أستاذ محمود ولكن أنا بعمل كل حاجة عشان أروح أسلم على أستاذ محمود وهي مش من حقي فإن واحد بيشوف افتزاز افتزاز وعيسى ضغط ضغط يصل إلى حد لأن جمهور النادي الآلي علشان ما يروحش لأن جمهور النادي الآلي أصبح واضحا إن جمهور النادي الآلي هو سبب كبير في مكسب النادي الآلي فأنت ما بتشجع واحد ما بتشجعش النادي الآلي عايز إيه أفضل أضرب في جمهور النادي الآلي عشان ما يروحش كهرباء واحد من أفضل اللي عبيه خلال الفترة الأخيرة أفضل أضرب في كهرباء عشان ما ينزلش أو يبقى مركز في اللي بيتعمل أنا بقى بقول إن ده كله طبعا أنا متفق معك تماما في إن ده نوع من أنواع الابتزاز والضغط في حاجة يعني ما تخصنيش يعني أنا لما أكون مالي بنافسك أنا مش ما يخصنيش الكلام ده لكن هم بيحاولوا أي منافس إنه هو يضغط عليك من جميع النواحي كويس لكن أنا برضو بشيد بنقطة مهمة جدا طبعا إنه النادي الأهلي لعيبة ومدير فني ومجلس إدارة وجهاز أصبحوا النهاردة معتدين على مثل هذه الأمور تمام وما بيحطهاش يعني في حاجة اسمها ايه هامش الشعور بعيد يعني مش في بقرة مش في بقرة أمام عيونهم يعني مش في بقرة الاهتمام نعم لأنه الواقع بيقول أن المستطيل الأخضر هو الفيصل صحيح النادي الأهلي بيفوز النادي الأهلي مثلا لما اتبع مسيرته في دور المجموعات كنت حتقول لها الفرقة دي قوت يعني مش كده صحيح ومع ذلك إحنا قلنا وأكدنا مليون مرة إنه النادي الأهلي رغم الصعوبات اللي هو واجهها لإنه هيرجع أقوى كويس وحيرد فين في الملعب وده اللي حاصل أخي بالك فأما بقى الآخرين اللي هما بيحاولوا يضغطوا عليك على طول في كل المواقف ده 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 انت لو جبت سيرة الأهلي بس هيعترض على إن الأهلي يا جماعة فيه إيه انت خلينا كل واحد زي ما الأستاذ محمود قال كده هل الوداد تبنى موقف الأهلي جاب اللقطة يعني هل جاب اللقطة أوعدها لا 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 السوشال ميديا بتاعتهم قالت والله ده كان ليه ضربة جزاء ولأ ومخرج المباراة طلع اللقطة من زاوية تانا ولا جابها يا خبتل خلاص ما بقيتش فيه رياضة هنا في مصر كلها مكيدة ضد دلال وعاوزين يعملوا إيه لوبي وإنه الأهلي مكروه وإنه بص طالما أنت ناجح وبتسير على طريقك ولا تلتفت لهذه الصياحة ما أنا بكلمك هون عليك إنك تعمل عليك إنك إنت في الملعب تعال في الملعب وكسبني لما تكسب في الملعب أقول لك مبروك غير كده ما تتحدث ظن بقى المكيدات لا أخذش ما أعرض عليك أنا بسألك سؤال إذا أنت عاوز بقى تصطدم تلعب مع جمهور الأهلي استحمل بس ما تعيطش أنا بقولها لك هون أنا بكلمك هون ما تعيطش لما تخش مع جمهور الأهلي وما تنزنيش لأنه هتلوم في كل مكان وإدعاء إنه يعني الرجل معلنته مش محايد وأنت لا تحب لأهله معروف وبقول للأهلوية والناس اللي بترح تخرج معه وتتكلم معه يا جماعة هو وغيره معروفين بالإسم هناك كراهية واضحة مش بحتاج إنك سكدال تتكلمت نتوازع والله أنا بكلمك ما عديكش رياضة يا كابتن برضو مش هتنجح أنا بقولها له مش هتنجح والأهلي بيسير بإذن الله تعالى في طريقه نتمنى له التوفي نتمنى لهم نفسه وبقول للجهاز الفني واللعيبة الرسالة واضحة انتو بصوا للهدف خلاص وصلنا للأهلي وصل نصف نهاية دورة بطالة أفريقيا عندك مباراة لسه تحسب فيها الموقف بصفة كبيرة جدا في خلال الساعات اللي جاية الصوبر واللاطات اللي بتتم والاستيناف والانضباط واللي مش عارف مين بيطلع فيه طيب منحك فتحت هذا الأمر و أنا عايز أعرف مش فاهمين مش فاهمين يعني ماذا سيحدث غدا في لجنة الاستيناف شوفا كابتن من وجهة نظرك طبعا يعني أنا من وجهة نظري أن العقوبة كبيرة جدا هفترض في عقوبة يعني نبتدي الأول لا معلش خلييني قابد أنا هبتدي الأول معلش قابل بس عشانسيب حاجة تتكلم مع الأسفوذ محمود في قد الأمر أنا بس عايز أشرح حاجة أنا لو أنا اللي بحكم يعني مش أنا ايه حد بيحكم ما بين اتنين اه خلاص ايه حضرتك بتقول أن أنا ما قلتش والتاني بيقول لا هو قال بالزبط التاني بيقدم لازم أستعرض الاتنين لازم أستعرض الفيديو طبعا لماذا لم يتم استعراض عشان تكتمل عشان تكتمل الصورة يا كابتن إسلام طالما أنا متهم في فيديو معين كويس أجيب الفيديو التاني اللي أنا بدافع بيه عن نفسي صحيح ومن حقي وعرضه على خبيه أنك تشوفه وتسمعه وتقارن هل دا اتقال ولا ما تقالش ثانيا بقى لو جينا بقى للكلام دا أولا تقارير الحكم والمرائب صحيح لام يتضمن أي شيء كلام الأستاذ عامل حسين ألا هذا كلام هنرجع زمان زي ما كانوا بيعملوا زمان لغة الإشارة أما واحد لغة الشفايف حتى آه لغة الشفايف نعم حتى اللعيبة دلوقتي كلهم بيعملوا كده صح لو تلاحظ يتكلم بيعمل كده عشان ما يبانش كلامه عشان بقى ما يتخدش كلامه صحيح فهي القضية كمان مش في كده كابتن القضية آه آه أنت بتقول أنه في عقوبة العقوبة دي كان مفروض تصدر إمتى ثلاث شهور من أربع شهور حلو وكان في لجنة انضباط ومشيت صحيح مشيت ليه ضغوط بشكل أو بآخر مشيت تمام هذه الضغوط ما ينفعش بقى أن أنا أجيب لجنة جديدة وهي هذه اللجنة زي ما النادي الآلي كمان أعلنها رسميا وأعتقد أنه أقدم ورق بهذا المعنى أنه وجود هذه اللجنة أيوة غير أيوة قانوني تسريب المعلومة لو تفتكر كان برضو أمر غير طبيعي أي يعني حاجة ما وطبعا لا يمكن سادة المستشارين المحترمين هما اللي هيصربوا العقوبة لا يمكن أنا لا أتوقعها ولا أنا أنا أتوقع أنه اللجنة بلغت اتحاد الكورة بالعقوبة بشكل أو بآخر وكعادة اتحاد الكورة أنه هو بيعمل على مبدأ التسريبات هو بلونة الاختبار آه لدرجة بقول حدودك أنا سمعت حوار تلفزيوني لصديقنا وزملنا دكتور إيهاب الكومي نعم أستاذ سيد علي أستاذ سيد علي سألوه مباشرة قال له فيه كذا 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 على السوشي المادي اللي هو أن فيه عقوبات واحد اتنين ثلاثة على كارابة قبل ما يتم قبل ما يتم الإعلان الرسمي فدكتور إيهاب قال للأستاذ سيد علي أنه لغاية دلوقتي ما أقدرش أقول لك أن العقوبة دي نهائية أوكي سيد علي قال له إيه قال له لأ إحنا بقى تعودنا بقى منكم على كل مرة تطلع عقوبة ولا تطلع قرار وتبتدي تعمل بلونة اختبار نعم لو عجبت الناس بتعلانها ما عجبتهمش آه يعني أصب تسريب العقوبة في حد ذاته يجب يعني المحاسبة عليه برضو لأن ده يتنافى مع أي تحقيق قانوني أو قضائي أو لازم ده يطلع بشكل رسمي والتحاد الكرة يعلنه حتى يتخذ الطرف المعاقب الإجراءات اللي هو ياخد حقه أو يطعن أو يعمل أي حاجة صحيح ماينفعش الشكل فعايز أقول أنه شكل العام هل العقوبة منصوص عليها في أي عقوبة في اللوائح يعني في ليحة المسابقات أو في ليحة الاندباط فيها 12 مباراة لا مفيش لا أنا شفتها عقوبات لجنة المسابقات أعتقد 6 كمان من 4 أو 6 حاجة كده إذن برضو لازم العقوبات هتكون أنا هنا مش باتكلم بقى على هباتكلم على مبدأ لازم يكون العقوبة دي طب ليه مش عشرة ليه مش عشرة مثلا وخبالك ما هيرد عليك يا أستاذ جمال بقولك لجنة الاندباط ومش خاضعة ليحة المسابقات لجنة الاندباط لها الحاجات اللي بتوبها خارج الملعب بياخد فيها قرار زي ما أنت طالبت في وقعة بتشكبالة ومام عشور قبل كده هو بيطالب بالواقعة دي فهو بيستند على كده هو خد القرار دلوقتي يا أستاذ جمال لجنة الاستئناف بكرة المتوقعة هتعمل إيه هتقلد هتقلد لك إيه خلاص يا عمي خلف نهالكم الستة ودناكم كمان المليون وخمس بيطالف جنيه يلا تفرضل يلا السلام عليكم طب وانا عمنا بس السؤال عاوز أقول لرئيس لجنة السناف قال إيه أنه إحنا أجلنا لأنه تشكيل اللجنة لم يكتمل تشكيل لجنة السناف أنه تشكيلها ناقص وأنه لسه يتم اكتمالها عاوزين نفهم هل هي اكتملت ولا هو عشان خلاص دخلنا خلاص في أجواء السوبر فعاوزين ناخد قرار عشان نبرر القرار من ناحية التانية ويبقى الدنيا متوازنة والحدوتة ماشية حلو كده عملنا كده تفضل نعم ننفذ هنا وننفذ هنا وتبقى الأمور رمش عامة لن ينصالح الحال في يوم وليلة ولن ينصالح حال الرياضة في مصد لما الأمور تدار بهذه العباسية المحزنة الدراماتيكية المش واضحة لأن أنا مؤمن بحاجة إذا كان هناك قانون فالقانون يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير لا بد أن يكون فيه التزام من الكل والأهل لا بيطلب يخرج على النص ولا بيطلب يتعامل معاملة خاصة ولا بيطلب يبقى هو في حتة لا الأهل بيطلب زي ما يطبق هنا طبق هنا لكن المنطق يقول عدت تشكيل لجنة الانضباط وهي اللقطة الأساسية أنها تكون اعتمادا من الجمعية هل قرارات لجنة الانضباط هي قرارات صحيحة بعيدا عن السيدة الأجلاء المستشارين أنا أتكلم على تكوينها وكيفية وصولها إلى أن تكون هناك لجنة للانضباط هل هذا الأمر تبقى للليحة وأمر صحيح ما أنا أقول لك تبقى للليحة وتبقى للاتحاد الكورة إنها تنتخب اللجان دي تنتخب لا كلام واضح وصحيح أنا أسأل هي تشكل وتعرض تشكل وتعرض وتعرض على جمعية المهمية لاعتماد التشكيل ده نص الكلام وده حصل يا سوز محمول ما فقا ما حصلش ما أنا أقول لك ما تمش خلاص جات كده بالدواجه باشر تم تشكيل اللجنة تحت تحت ظرف خلاص يا كابتن صدر والنادي الأهلي التجا ناحية القانون للحفاظ على حقوقه من خلال ما يخص هذا العام ما يخص لهذا العام وننتظر قرار القضاء أنت النهارده جيت قلت لاجت ظلمت خلاص لان أنظر الأمر دلوقتي غلما يختم معادة تشكيل كمان من هو عنده مشكلة في ناس باين مشت وانفروض يتم لاجت الاستئناف لاجت الاستئناف نفسها لاجت تظلم معارفوش هل هي تمت لا المسألة فيها ايه فيها التوجه وفيها حصار وفيها الضغط عليك وابتزاز من كل ناحية ما خلاص بقى حملة عملت على الجمهور من هنا وعدت ومحدش فيه ناس طبعا رصديتها وشافت المشهد والهدف ايه وتم المشهد اللي شفناه فيه ماتش الرجاء الجمهور وناس كنت حتى مستغربة وشاف المشهد ليه كده يا جماعة ما أنت بشوف تفرجوا على ماتش الرجاء وشوف حالة التشجيع والناس رايحة وفرحانة ومبسوطة وريح رايح شجع فرقيته أنا ضد أي خروج عن ناس ضد المساس بأي منافسين وضد أنك تبقى المفروض تبقى مركز في فرقتك وتشجع فرقتك وكل الناس وكل الناس اللي بتديني النادي الأعلى والمسؤولين في الأهل وكل الكلام ده جماعة علشان ما نقولش لا صفيد لا ما فيش توجهات جمهور الأهلي واعي جمهور الأهلي فاهم جمهور الأهلي هو سر قوة النادي ده وهو سر اللي بيصل لفريق من مسندة مش في فرقة الكورة في كل الألعاب طيب كل الناس هتتترقب قرار لاجلت أنا بقول لك لاجلت زنوت يبقى فيها هذا المشهد بقرار لتخفيض هل بنعتبر أن هذا الأمر هو أمر عادل خلينا ننتظر لا أنا مش مسألة أمر عادل خلينا ننتظر العادلة دي أنا رحية مش هتتكلم حاجة تحسب على نادي الأهلي خلاصة الكلام إيه إنه إحنا لا هنعقب على القرار كقرار نفسه لا ما فيش قرار نفسه لكن من حق النادي الأهلي بالزبط أن يدرس ويعدد الأسباب ويتقدم بيها يبقى أنا ننتظر لبكرة هو ده بالزبر وفي النهاية الأهلي بكاربا من غير كاربا طبعا ده جزء آخر ده جزء فاني ده جزء فاني ده جزء فاني لكن إحنا بنتكلم على احترام الأحكام كلنا بنحترمها دي محدش يقدر سؤالي أنت طرحته حتى مع الكابتن أحمد أبسلم هو قاله طيب تطبيق العقوبة هنا على مسابقة الدوري ولا مسابقة الدوري والكاس والسوبر ولا أنت أحاطق فيynthrese لا أنت عامل اللايحة بتاعتك بتقول هي فيها سعيد اللايحة بتاعتك بتقول إنه كلавать ت courageous على حدة عشان كهما يفكروا السنة الجاي cache ويالغوا الكلام دول وإنه لما تحصل عقوبة كبيرة منطبق على كل عشان كده لا هنا علي حيل عك logically هل هنا العقوبة دي على مسابة الدوري ومن ضمنها السوبر ولا على الكل عاوزين نفهم برضو يعني عاوزين لما تيجي تطلع تقول قرار بكرة ياريت لجنة السيناف يقول والله ده هيطبق على الكل عشان نقضى باستنادت عليه يبقى خليد أنا ننتظر لبكرة ونشوف اللي هيغسر له ليحة صح؟ نعم اتحاد الكورة دايما بيقول ان السوبر ده مباراة بطولة بطولة مفاصلة يا خاصة مزبوط بدليل انه إيقاف الكابتن محمد شناوي لن يسري ده صبر العام الماضي على فكرة ده ايوة يسري على الدوري ولا يسري على المسابةات الأخرى صحيح يبقى اذا كل ده لازم يعلن ولازم يبقى فيه مصطرة واحدة يا كابتن صحيح عموما يجب تطبيق على الجميع سيبك من الواقع ولا احد ينظر للابتزاز ولا للضغط ولا الكلام اللي بيحصل ده لانه الحقيقة كلام غير منطقي عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن تحتضن كأس السوبر بين الاهلي والزمالك دائما النادي الاهلي بطولة ورابطولة ورابطولة بتخرج من هذه البطولة تروح لبطولة اخرى خلاص يوم الجمعة القادم مباراة مهمة جدا امام نادي الزمالك في كأس السوبر ما بين البطل الدوري نادي الزمالك وبطل كنتحول الاهلي لانه تعود وبطل الكأس النادي الاهلي طبعا زي ما حيطك بتقول انه قدر النادي الاهلي يعني انه هو بيخرج من مباراة هامة جدا لتحديد مسيرة الفريق في بطولة يعني انا بقول ان اهم حاجة حصلة السنة دي موقف الفريق في الدوري يعني انا يمكن كنت دايما لما بنطلع بقول هذا الكلام ان الدوري هو البطولة اللي يجب النادي الاهلي مع كولر يركز على انه هو يستعدها بعد ضياحة صحيح موسمين فده ماشي بشكل كويس جدا نعم بادئ الموسم بسوبر صحيح مع كولر عندك دلوقتي يواصل في بشكل كويس جدا ان شاء الله في دوري ابطال افريقي نعم عندك بطولة قريبة اللي هي بطولة السوبر السوبر المحلي اعتقد انه كل المؤشرات مع يعني بتقول انه النادي الاهلي المرشح لكن بحط تحتها عشر خطوط لازم كل ده يتنسي ايوه النادي الاهلي لازم يلعب المباراة كأنه يلعب مع الزمالك لأول مرة ماشي أسوس جمال انا في مثل هذه المباريات خمسين خمسين دائما مهما كانت قوة الاهلي ومهما كان ضعف الزمالك أو مهما كان قوة الزمالك ومهما كان لازم لعبت الاهلي يتعاملوا مع هذه المباراة بصرف النظر عن المستويات ما قبلها دي حاجة زي ما بنقول دايما هي بطولة خاصة ايه بين الاهلي والزمالك اه واعتقد يعني مش حاول بقى مش هنتكلم في ناحية الفنية ومن مستقرة اكتر ومن لان هي مباراة لها ظروفها الخاصة ايه فيجب التركيز فيها من اول دقيقة لاخر دقيقة لو حصل هذا التركيز بالهدوء والاتزان النفسي اللي الاهلي لعب به ماتش الرجاء الاول والتاني اعتقد ان ده ممكن يكون هو الطريق باذن الله لفون سيد محمود براف غاية الصعوبة طبعا دبعا زمالك عنده مدير فن جديد وعنده دوافع وعنده حسابات وبعدين ما رايح اكتر منك وانت رايح ورامة جدا طبعا رايح كتير جدا اه انا لسه كنت اسأل في هذا غاب او باخرى هيفرق يا سيد محمود الراحة دي طبعا يفرق طبعا يفرق بس هنا بيفرق الرغبة كابل الاسلام والحماس كابل الراحة اه طبعا اه طبعا الراحة طبعا تفرق طبعا تفرق ايجابيا اه تفرق تفرق في الفجال انك انت تدي التسعين دي بنفس المستوى بدنيا يبعد لكن انت هنا بتبقى تجديد الدوافع مهم جدا انت انك انت فزت في الصوبر كان من شهرين ثلاثة وعندك صوبر النهاردة مختلف بدوافع مختلفة فانت عاوز تحافظ على الروح المعنوية اللي ماشي بها بالمسمع ما حصل لكش ايه ضروب خاصة انك انت بعد الصوبر عندك مقبل على مواجهة من العرطي وبعاوز اقول للناس تهدى شوية وما تقولش هنواجه سانداونز ونواجه الوداد ونختار مين انت معدتش الترجم المنافس شارس جدا ومنافس عارف انه لهو اللي خرجه في البطولة اللي فاتت هيكون عنده حسابات مختلفة اعرف انا قلت كده امتا انا قلت كده بعد مباراة سانداونز اللي اتغلب فيه انا بقول لو انا لعيب لو انا لعيب انا لعيب بتمنى ان انا واجه سانداونز في النهائي في النهائي لكن انت حساباتك حسابات تبقى مختلفة هتواجه الى يجيل طبعا يعني اوزول يا جماعة بلاش نعلي التون وخلينا ايوه كده نمشي مهمة جدا مهمة جدا انك انت تروح مثلا تلعب مباراة الصوبر يبقى عندك دافع جدا تحافظ على البطول اللي انت فايز بيها تعال تزيد من حصيل الالقاب والكؤوس مباراة هتبقى صعبة هتبقى خمسين خمسين مواجهات مواجهة تعتمد على الفريق الاقل اخطاء من الصفات من التفاصيل الصغيرة ازاي انت عايز ممكن انا اخذك وديك لضربات الجزاء ممكن انا نلعب على انا همتص كل حماسك واخطف لواحدة والعب وقفل برضو كلها حسابات ايه في الموجود وانت شايف نفسك شوف جاي من فين من الرجاء مردش تطلع على طول على الامارات نزلت مصر تريح وبعد كده سافر يوم الثلاث ستتمرن تمرينتين ونفس ستتمرن ثلاث تمرينات عنده هدوء يعني بدنيا هيكون اكثر استعدادا لكن في مصر هذه المبارات هو الفريق الاكثر تركيزا الاقل اخطاءا الاكثر رغبة هو لا يكون قريب من الفوز باللقب ان شاء الله قيادة تحكمية مصرية يا سيد جميل رأي حضرتك والله يعني انا مبدعيا بفترض حزن النواية والفار حيبقى اماراتي نعم فحيبقى فيه متابعة ومراجعة بين الفار والحكم وعايز افترض برضو حزن النية مع محمود البنة انه هو كحكم يهمه اسمه يعني كحكم مصري لازم يكون حريص جدا جدا في كل الالعاب في كل المواقف التحكمية اللي هيتعرض لها في المباراة واعتقد انه هو يهمه قبل لنا كلنا انه هو يقدم نفسه بشكل محترم لكن انا بالنسبة للحكام المصريين مع توجه بريرة انه هو يعمل يدي فرص للحكام المصريين في المباراة المهمة ده انتحرك مع هذا الامر يعيد يعني كثيرا من الثقة المفقودة لا لا يطلعش حد يشتمهم لا بس يطلع في النهاية يقدم كويس هو يقدم الاول ننتقدهم لكن ما نشتمهمش يعني ممكن جدا نقول الحكم ده مش كويس في الكرة دي طبيعي يعني ما نشتمش الناس لا لا من غير وانا عايز اخد رأيكو برضو في الكرة الطائرة وخسارة النادي الاهلي النهاردة لا طبعا انا بص انا مع يعني الرجل المرتغالي للسلام بريرة شايف انه ماشي انا بقى ايد ان التحكيم المصري ياخد وضع والناس تدعم نعم وانا اطول عمري كمتابع وشايف النادي الاهلي وليل او يا جماعة من الفترات اللي بتكلم فيها من في التحكيم صحيح يعني الا في اخر سنتين حصلت حاجات غريبة وتصرفات مش مفهومة برضو عدت ورغم الاهلي طالب فيها بكثير من للصفصرات لكن محد شد ولا حد علق لكن دعم محمود البن اه طبعا ادعم محمود البن وادعم غير محمود وادعم امين عمر وادعم الناس دي كلها ووقف معاه لانه برضو عاوز اقولي يا جماعة برضو الحكم برضو يبقى حريص على نفسه انه هو عارف لو حصل اي حاجة محدش بيرحم يعني كل العينين متابعة وكل الناس شايفة فاعتقد انه من الصالح نحن ندعم التحكيم بتاعنا لانه مهم جدا مهم جدا يبقى عندك حكام مهم جدا عشان ده الصالح المسابقة لازم تشوف التحكيم المصري واضح في افريقيا في ظل الظروف اللي احنا شايفنا احنا مبتعدين كتير جدا فاعتمنى انه الجزئية دي فايصل يعني انت الاول افترضنا الحكم ما حسب لكش دربة جزاء ما انت ممكن تجيب ستة دربة جزاء لا افصالي عمل لك كورة افصايد انت هتجيب ستة اهداب انت ما حطش الحكم في اعتبارك انا بكلمك انت ده هدفك طول عمر الاهل كده وطول عمره من اول ما يعني اشتغلناها وشفناها كان دايما رحمة الله الله كابتن صالح سنين بتكلم عن جزئية كابتن حاس الحمد ربنا يديه الصحة كان هدف اساسي من حاجات دايما يرفض ان حتى تتكلم على التحكيم كابتن الخطيب نفس الشيء اتعرض مهندس محمود طهي لما كان ماسك كان برضو عنده نفس للتوجه ونفسه تهي جماعة فيه مدرسة ماشية كده لكن ما تخشش في التحكيم وتشغلش نفسك بيه اشغل نفسك بانك اذا كنت تكون في ملعه واي فعالك بيه ستنا احنا بقى نشتغل في هذا الغاب بحايل برتوغال وبطالب دعمه وبطالب انه هو لو لحظته حاجة جماعة من ايام الكلاتينبيرج كان يطلعت الناس تتكلم والاخطاء والتصحيح مع الراجل ده محانش بتكلم حاجة لازم تخلي بالكم لكن الامور ماشية اكيد الراجل جاي يشتغل اتمنى انه ينجح اتمنى انه طلع لنا صفف تاني وتالت من التحكيم بقى حاجة كويسة لنا وللكرى المصرية اللي تعبت من احنا كل شوية جايبين منبرة جايبين منبرة فاعتقد انه عندنا ثقة في محمود البنا عندنا ثقة في الحكام بتوعنا وفي وجود كمان حاكم الفار من دورة المرشق اعتقد انه ان شاء الله هنشوف مباراة مميزة الروح العالية والاخلاق هي الاساسة يا جماعة وفي الاخر المفايز والمهزوم الاثنين هيدو الكورة طيب بما ان الاساس محمود والاساس جمال يتكلموا في هذه النقطة مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده لو لو لا قدر الله لا قدر الله مش عايزينه يخطئ ولكن لو اخطأ حننتقد وحنقوم حنقول انه هو اخطأ في واحدة اخطأ حننتقد مش هنشتم النقد مسألة مباحة لا انا بس اصلي لازت قولك ايه بصوا ويجبوننا الفيديو ده ان انت هو كنت بتقوله عام حمود البنة مش عارف ايه لا لا كويس ان حضرتك بتفكر الناس هو دار مباراة بلكده يا صان جماعة دار مباراة وفاس فينا لا وكويس ان حضرتك بتفكر الناس بايه ان احنا مش بنقول مش معنى ان ان انت مش هتنتقد مش هتشتم ايو انك ما تنتقتش طب ما احنا طولي نهار انت شغلتك ايه عمام شغلت ناقد وانا شغلتي ناقد وحضرتك ناقد ومحلل ومقدم برامج فلازم هتتكلم في الموضوع صحيح لكن لازم نفكر الناس النقد غير التجريح التجريح صح اخيرا بس وبسرعة جدا اوستاذ جمالي اوستاذ محمود النهاردة خسارة النادي الاهلي في الكرة الطائرة للكأس كمان في ظل يعني كان الفترة يعني الزمالك خد البطولتين برضو في الموسم السابق لو حضراتكم تتذكروا اعتقد كنا في احد الحلقات من سنة كده وكلنا بنتكلم على كرة اليد نقول لكم احنا سنة من سنة صح نقول لكم لان انا عارف ان ساعتها في تحركات من مجلس الهدارة ومن ادارة النشاط الرياضي في الوقت ده من سنة اليد دلوقتي بيجني هذه الثمار وبيجني الثمار ان جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر وصبر على الفترة السابقة وبالتالي خد كاس ودوري في البطولة في المحلية سيدات ورجال بالضبط مفيش عمل من غير اخطاء حقيقة لازم نبقى متفقين كقاعدة عامة انه طالما بتشتغل انت النادي الاهلي في كل نهايات موجود قد يكسب وقد لا يكسب في بعض المرات شيء طبيعي لكن المهمة بقى زي ما حدك بتقول زي ما حصل مع كرة اليد بدأت إجراءات إصلاحية وتزبيط الأمور نفس الشيء دم مع الكرة الطيرة وده وارد واعتقد ان المجلس الإدارة من قبل والمشاط الرياضي حاطين ايديهم على الأمر انا بتكلم كده عشان انا عارف ان همنا عاملين حاجة معانا مية في المية ان شاء الله البطولة الافريقية كمان هيبقى ليها دول مهمة جدا بالفضل يا سيد محمود طبيعي جدا لما تقعد ست سنوات مسيطرة على اللعبة وفاز بالدوري وبالكاس وبأفريقية أمر طبيعي جدا كان لابد على المسؤولين في النشاط الرياضي والتي يلتفد وانا كنت وصلت يعني اتغيّن على فكرة ما انا بقول لكم كان لازم المفروض ان تتوقع بعد ما طلعت فيها توقع تدريجين يحصل لك حالتي اتوقع ان انت تنزل شوية صحيح طب انت خسرت السنة اللي فاتت الدوري وخصرت الكاس خلاص السنة دي اللي وجهت المنافس رجاعك خمس مرات انت كسبت في خمس مرات قلال ادوري ربما تكون هذه الانتصارات اعقد نوع من السيق انها در اكسبك في اي وقت فلم تكن الروح والدوافع اختلفة ثانيا على ما يبدو ان هناك في امور اعتقد انه قدرت النشاط الرياضي حطت ايديها ايوه وانه فيه كلام كتير جدا وعاوز اقول لي ما تظلموش محمد مسلحي يعني محمد مسلحي هو اللي كان قائد في الست سنوات ممكن وارد جدا يحصل له نوع من الاخفاق ده امر جدا في المنافسة ما انت اللي ما اخطأتش وخسرت بعض الاحيان مش هتبقى عندك تعرف تصلح وتعيد وتبني من جديد هي دي المنافسة وهي دي الروح عاوزيني الخسارة مش نهاية على النهار ده خسرت الاستعداد هيبقى وضع مختلف امر طبيعي جدا انا شايف انه يعني في حالة يعني غضب ونزع لنا من فرقة المصر اللي هي كانت مسيطرة على اللعبة حصل لها نوع من الاهتزاز فيه كلام وفيه تفاصيل كتير بأمانة شديدة هتبان خلال الفترة هتكون محط انتظار واكيد ادارة النادي حطت ايدها وعارفة هتعمل ايه في الفترة ادارة النادي وادارة النشاط الرياضي حطين ايديهم على كل هذه الامور وان شاء الله في البطولة الافريقية كمان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفوز بهذه البطولة يعني ان شاء الله وتكون البداية في المسم القادم بداية جيدة انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا أستاذ جمال على وجودك معنا شكرا جزيلا يا أستاذ محمود على وجودك معنا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ما تنسوش دائما قناة النادي الاهلي بتكون مع حضراتكم في كل المواعيد الخاصة بين مباريات النادي الأهلي على قد ما بنقدر طبعا الحاجات اللي بنملك حقوقها يعني إحنا مثلا في كرة اليد الأمور بالنسبة لنا بتبقى صعبة جدا أنا بحب أقول لحضراتكم وأتكلم مع حضراتكم على هواق مباشرة أن الأمور بتبقى صعبة شوية في نقل مش صعبة شوية اتحاد كرة اليد ما بيقبلش أن قناة النادي الأهلي تنقل المباريات على الهواق مباشرة وبالتالي هناك اتفاقات قد تحدث خلال الأيام القادمة عشان كده مباريات كرة اليد ما بنعرفش ننقلها ولكن هناك اتفاقات على مباريات كرة الطائرة فحضراتكم دايما بتشوفوا مباريات كرة الطائرة على قناة النادي الأهلي وأيضا سواء رجال وبكرة إن شاء الله هتشوفوا الثلاث أيام أو اليومين القادمين بكرة نهاية كأس مصر في السيدات أولى المباريات ثم بعد بكرة نهاية الآخر أو تاني المباريات في نهاية كأس مصر ولو تعادلت لو تعادلت الكفة ما بين الأهلي والزمالك هيكون فيه مباراة تالتة خلينا ننتظر فأنا اليومين اللي جايين كمان غالبا هطلع كمان أو من خلال البيت الكبير هنطلع بعد نهاية المباريات اللي بتتلعب إن شاء الله ربنا يكرم فريق الطائرة سيدات بكرة زي ما حضراتكم عارفين فوزنا بالكرة الطائرة سيدات بالدوري العام وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الكاس خلال الثلاث أيام أو اليومين القادمين أنا بس حبيت أشرح لحضراتكم إحنا ليه دايما أو خلال اليومين اللي جايين النهاردة والأيام القادمة هنطلع متأخر لكن عموما إن شاء الله بكرة انتظروا كابتن هيسم السعيد في مباراة الأهلي والزمالك في نهاية أو أولى المباريات في نهاية كأس مصر في الكرة الطائرة سيدات عموما إن شاء الله أنا بكرة بعد المباراة من خلال البيت الكبير نلتقي مع حضراتكم إن شاء الله تكون حلقة جديدة إن شاء الله نعود لحضراتكم على الهواء والبشرات أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا نلتقي وحلقة جديدة من البيت الكبير